ذكرتي لي نمازج في بعض الأماكن الشعبية وفي بعض الأماكن المجتمعات اللي بيغلوا بلايات طبع الريفي إلى حد ما وأعتقد أن نموزاجين مختلفين ولكن في النهاية بيديني تصور عنه إزاي نموزاجين دول ممكن تحللهم نفسيا هو في المناطق الشعبية بيبقى غالباً الزوج العاطل ده بيبقى غالباً داخل معه حاجات تانية يعني بيبقى غالباً مدمن وما بيشتغلش وممكن يكون شخصية ساكوباتية فهو قهرهم وهم موافقين على القهر ده بلتاجي بقى ده بنشوفه كتير جداً في المناطق الشعبية للعزف فالأرياف يعني الزوجة ممكن تاخد دور القيادي فهي اللي تنزل الغيط وهي اللي تشغل العمال وهي اللي تعمل حاجات أكتر من الزوج في أوقات كتيرة هي اللي تبقى مسؤولة عن تربيط الطيور نموزاج المرأة المشاركة في عمل الزوج ده نموزاج قديم المرأة المشاركة في عمل الزوج ده بعد شوية الموضوع اتطور بقت هي مش مشاركة بقت هي اللي بتعمل عمل الزوج والزوج ما بيعملش حاجة خلص وبالمناسبة هو الموضوع بيبان من أول جواز زي ما أستاذ هيب قالت كده فالجواب بيبان من عنوانه يعني إيه الجواب بيبان من عنوانه يعني أنا باين أنه الزوج ده هيبقى اعتمادي باين أنه احنا خرجنا خروجه فهو عايزني يدفع حسابي أو هو مش عايز يخرج عشان ما يدفعش فباين أنه هو هيبقى شخصية اعتمادية وللأسف أهل البنت زي ما أستاذ هيبقى برضو قالت بيساعدوا كتير في أنه ينموا الاعتمادية عند الزوج ويقولوا الحديث اللي قاله الشيخ حمادة إذا جاءكم من تردون دين يقولكم فزوجوه أيوه الرسول قاله وزوجوه ولكن ما قالش انفقوا عليه فهما يقولوا خلاص معلش احنا هنعمل الفرح خلاص معلش احنا هنجيب بالعربية للبنت عشان أنا بنتنا ما تتبهدلش طب ما كل ده بيخلي هو يشيل مسئوليات من عليه ويشيل حمل من عليه ويحس في الآخر أنه هو جنبها أقل منها وبعد شوية يحصل أنه ما بقاش حاسس برجولت وقصادها فيدور على واحدة تانية بقى يحس برجولت وقصادها صحيح طبعا ودي نتيجة طبيعية لأنه ما بقاش حاسس برجولت وقصادها يعني ده بيحصل له بعد شوية حاجة اسمها سيكولوجيك الكستريشن ده بيحصل له خصاء نفسي بسبب أنه شايف أقصادها هي اللي تصرف وهي اللي واخدت دور الراجل فهو بيبقى مش واخد دور الراجل فيحس أقصادها أنه ضعيف أنه هو مش راجل حتى في العلاقة اللي بينهم ما يبقاش فيه علاقة لأنه خلاص بقى هي أقوى ويدور على واحدة تانية تشبع بقى فيه ده تحسسه أنه هو الراجل بقى وهو مش عارف إيه وهو إيه ويقرر المأساة مرة تانية بالزبط كده وهي أخدت دور الراجل وهو أخد دور الست وهو راضي عن دور الست لا ده ضد رجلته يعني هي عشان كده أول الكلام قلت أن الزوجة مشاركة في الحكاية دي بشكل كبير لأن هي اللي بتساعد أنها تخلق زوج اعتمادي واللي هي رفضت من الأول وما بقاش جوازة والسلام أو أن أنا عايزة أتجوز وأهلي هيساعدوني ما كانش هيحصل كل ده وبعدين بقى أخد بالك أنه زوجات كتيرة بيصرفوا هما بيصرفوا ويزلوا الزوج يعني مش بس أن هما بيصرفوا ده ممكن تزلوا وتقعد تقول ما أنا دفعة كذا ما أنا عاملة كذا فيبدأ يحس زي ما بقولك أصادها كده أنه أنت بتزليني كمان فيبدأ يبقى فيه عدوان سلبي تجاهها فما يعملش أكتر وما يشتغلش أكتر وبعدين يقرر أنه يقهرها بقى فيروح يتجوز عليها فيبقى ما يشتغلش وراح يتجوز عليها وبنتشوف أنه مزجد كتير على فكرة يعني هو ما بيشتغلش ومتجوز اتنين هو متجوز تانية عشان يقهر الأولى ليه؟ لأنه عنده عدوان تجاهها ترجمة نانسي قنقر